سلام عليكم مهما كنت ذكي ومجتهد وواسع الحيلة ومتعدد المهارات وكثير المعارف فهذا الأمر ما يكفي لحتى تنال مطلوبك أو تحقق مقصودك دنيويا كان أو آخرويا ويبقى التأويل في المبدأ والختام على فضل الله ورحمته وتوفيقه لعبده في كل ما يأتي أو يذر وما توفيقي إلا بالله عز وجل شيء عظيم وشيء ماهو سهل أنك تدخل بيوت 40 ألف إنسان وينتظرونك كل يوم أنك تسولف لهم سالفة ولا تحكي لهم قصة صراحة جمهور لا يستهان فيها أبدا والحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى وفقني لحد ما وصلت إلى هالمرحلة والفضل في ذلك لله عز وجل ثم لكم إخواني وأخواتي المتابعين صراحة شكرا لكم من القلب اللي وصلتوني لهالمرحلة وهالمكان وأشكر كل من دعمني في تعليق ولا في لايك ولا أرسل لي قصة ولا كتب كلام محفز صراحة ما أقدر أعبر عن شكري وامتناني لكم عائلتي الكبيرة وإخواني وخواتي وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه والمطلوب الآن من كل أخ أو أخت مهتم في دعمي أرسل رابط قناتي ولا روابط الفيديوهات أو هالقصة هذه إلى أصدقائك وأخوانك ومحبينك لأجل تكبر هالقناة وأنا أكبر فيكم صراحة ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله إن شاء الله أنه ما نوصل نهاية 2023 إلا أكون إن شاء الله بهمتكم ودعمكم لي موصل المئة ألف مشترك والأمر الأهم من ذلك لا تبخلون علي بتعليقاتكم وتوجيهاتكم ونصحكم من خلال التعليقات أو التواصل على الواتساب أما بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة صراحة من القصص اللي يتوجع القلب من قصص الحرب اللي حصلت في سوريا قصة مؤثرة وفيها أحداث شيقة جدا عام 2011 في إحدى المدن السورية فيه شاب ينقل له جهاد جهاد هذا من عائلة بسيطة جدا وأبوه رجل محترم وعلى قدر عالي من الأخلاق والرجال كان يعني تقريبا في نهاية الأربعينيات من عمره الرجل هذا أبو جهاد متزوج وعنده جهاد وعنده بنت اسمها ليلى وهالجماعة أحوالهم المادية نقدر نقول أنها يعني تحت المتوسطة جيدة يعني جماعة مستورين لا لهم ولا عليهم وأبو جهاد رجل يشتغل عنده محل صغير يشتغل في تصليح الملابس وخياط صغير يعني نقدر نقول والمحل على قد الحال لكن هالمحل ساتر عليهم من بعد الله سبحانه وتعالى والرجال هذا يطلع من الصبح على محله صغير يصلح بعض الملابس يفصل بعض الألبسة البسيطة اللي عنده بانطلون وده تكسير وده تطويل اللي عنده ثوب مشقوق الرجال يشتغل في هالمحل ويترزق والله سبحانه وتعالى ساتر عليهم وأبو جهاد الرجل يعني كل همه فيها الحيائي أمن لقمة العيش لابنه جهاد والبنته جهاد كان عمره فيها ذاك الوقت في بداية الـ 2011 تقريبا 19-20 سنة والبنت أصغر منه بأربع خمس سنوات والله سبحانه وتعالى ما أرزقهم إلا هالولد وهالبنت أم جهاد ربة منزل وأم جهاد امرأة في قمة الأخلاق امرأة محترمة محبوبة من الجيران من صديقاتها من الحي كلياته يحبون أم جهاد وأبو جهاد والبنت ليلى كانت تدرس في المرحلة الإعدادية والولد جهاد كان حاصل على الشهادة الإعدادية والشاب يشتغل هناك كعامل عادي يعني لهم وظف ولا مكفي دراسته والحال مستور والجماعة ما عندهم مشاكل وعايشين حياتهم من أحسن ما يكون تروح الأيام وتيجي الأيام وتمر الأشهر وفي يوم من الأيام علقة الحرب في سوريا وقامت الدنيا وما قعدت وطبعا في البداية الكل يعرف تفاصيل اللي حصل بالنسبة لما حصل في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال ويهدي البال بدأت تتسع رقع الأحداث من مكان إلى مكان ومظاهرات وناس طالعوا وناس داخلوا والوضع صار سيء جدا والحرب عطلت أشغال الناس وأعمالها إلا أن الرجل أبو جهاد كان المنطقة اللي هو فيها شبه يعني هادية نوعا ما والرجال يروح يشتغل فيها المحل ويرجع لكن بحذر شديد لأنه يوم يسمعون مخطوف فلان ويوم مذبوح فلان ويوم صاير كذا ويوم صاير كذا والرجل هذا أبو جهاد رجل مسالم وما عنده مشاكل معي حدا البنت ليلى عطلت من المدرسة لأنه الأمور صارت خطرة والروح على المدرسة صارت صعبة لذلك قالها يا بنتي أقعد في البيت لبينما الله سبحانه وتعالى يسر ونشوف شنو اللي يصير صار يخاف على جهاد جهاد صار يغيب غيب عن البيت وين يا جهاد يقول والله رحت لعن صديقي في الحارة الفلانية وفي المنطقة الفلانية وما قدرت أجي وتعرف أنت الأحوال وتعرف الأمور شلوان قاعدة تصير وأخاف أني أرجع بالليل لأنخطف أو حدا يعني يغتالني مثلا لأنه في هذاك الوقت ضايعة طاسة ومحادي يعرف شنو اللي قاعد يصير وطبعا الحرب معروفة أسبابها يعني الناس تعرف شنو اللي قاعد يصير عشان ما حدا يجي يقول لي يعني انت قاعد تتعرف وكذا لا لكن الناس ما هي قاعدة تعرف شنو اللي قاعد يصير من خلال اللي كان عنده ثارات قديمة واللي كان عنده سوالف واللي كان عنده قصص وروايات شاف الوضع مشوش صار ينتقم صار الخطف اللي له غاية عند فلان صار يخطف وقال لي وكذا وهلما جر تروح الأيام وتجي الأيام وفي يوم من الأيام الولد هذا الجهاد يتعرف على شلة وينتمي إلى أحد الجماعات أو الميليشيات المسلحة ويجي هذاك اليوم على أمه وأبوه جهاد لابس عدة الميدان وعنده بندقية وعنده سلاح والولد ما هو اللي يعني يعرفونه يا جهاد أشوفك لابس عسكري وأشوفك كذا قالوا والله يا بابا يعني صراحة أنا شوفت عينك ويعني صرت أشتغل ودي أشتغل الآن ودي أساعد قالوا يا ابني تشتغل شونه تساعدني شون دك تساعدني ما لك بهالسوالف يا ابني الولد تمرد على أبو جهاد وأم جهاد حاوله معاه بشتى الطرق والوسائل يا ولد ما لك بهالسوالف يا ولد اتركك من هالقصص الولد ما رد عليهم أبدا وجهاد صار يطلع من البيت يغيب له ثلاث أربعة أيام أسبوع زمان أيام يغيب له يومين ويرجع لكن لما صار يجي صار يسولف والدته أم جهاد على شغلات يعني وصارت أم جهاد تشوفها يعني ومستغربة من ابنها هذا اللي تعبت عليه كلها سنين وربته أحسن تربية وكان هو أملهم فيها الحياة يجي جهاد يقولها والله يا إمه لو تشوفين شلون اليوم أطلقت النار على واحد وفجرت رأسه لو تشوفين هذا شلون طلعت بزر مخه لو تشوفين هذا جت اطلق بعينه هذا أطلقت النار عليه فهمه يا ابني حرام عليك ناس أبرياء هذه ما لها علاقة يقولها يعني يقولها أنا مبسوط جدا وأم جهاد لما تشوف جهاد يتحدث بهالمواضيع هذه يتحدث وهو في قمة السعادة والنشوة الولد تعود على منظر الدم وصار كل ما يجي يروي الروايات لأمه أمه تبتي ويا جهاد حرام عليك أبو جهاد صار بعض الأصدقاء وبعض الناس اللي يحبون أبو جهاد صار يعني أمر جهاد انكشف صارت الناس تعرف أنه جهاد شنو قاعد يشتغل صاروا يجون لعند أبو جهاد يقولون يا أبو جهاد أنت رجال محترم وابن عائلة محترمة والناس تعرفكم يا أخي ابنك ترى قاعد يشتغل شغل ما أنزل الله به من سلطان قاعد يسوي شغلات مهزينة دير بالك على ابنك وخلوا يبطر هالشغل يجي أبو جهاد على جهاد لما يجي طبعا من شغله يا جهاد يا ابني لا تعرض نفسك وتعرضنا للخطر وهذه ناس أبرياء أنت قاعد تقتلها وترتكب جرائم يعني ليش وشنو اللي قاعد يسويه جهاد إذن من طين وإذن من عجين وكذلك أم جهاد المسكينة المرأة الطيبة تقول له يا ابني والله ما عاد أقدر أمشي بهالحارة وأرفع راسي بين الناس الناس شلت وجهي نظرات الناس إلنا صارت مهزينة يا ابني حرام عليك وعيب عليك جهاد كذلك ما يرد لا على أبو جهاد ولا على أم جهاد تروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر وفي عام تقريبا نهاية 2013 ويختفي أبو جهاد طلع على المحل وما رجع هذاك اليوم شنو اللي صار على أبو جهاد إلى حتى تسجيل هذا الفيديو ما حدا يعرف الرجل اختفى في ظروف غامضة وحاولوا يسألون عنه هين وهناك وما خلوا مكان المسكينة أم جهاد طائرة من مكان إلى مكان ومعرض نفسها للخطر ومناطق فيها قاصف ومناطق فيها قناصين ومناطق يعني ما انتوا غشمين عن اللي حصل المرأة يعني افقدت زوجها وسندها فيها الحياة بعد الله سبحانه وتعالى لكن اللي حارق قلب أم جهاد الولد هذا جهاد يوم يجي وقلها والله اليوم قتلت سبعة ثمانية يوم يجي وقلها قتلت خمسة عشر ستة عشر واحد وأم جهاد بس تبشي وتهل منها دموع وتدعي الله سبحانه وتعالى أنه يلاقي لهم مخرج من هالأزمة ويهدي هالولد هذا ويبطل هالسوالف والولد هذا جهاد صار يعني بعد ما اختفى أبو جهاد وما حدا يعرف عنه شي صار جهاد هو اللي يصرف على العائلة يصرف على أمه وعلى أخته وبدأت تلاحظ أم جهاد أنه المصروفات هذي اللي قاعد يصرفها جهاد يعني مبالغ ما هي سهلة وتسأل جهاد تقول له منين يا جهاد قاعد تصرف كلها الفوس وكذا يقولها من راتبي ومن شغلي هذا وأنا شغلي الحمد لله الله موفقني فيه تقوله يا ابني شون الله ودي وافقك ويمكن اختفاء أبوك بسبب الأعمال اللي قاعد تسويها أنت قالها خلي الناس تسلف اللي يودها ياه والله يعزكم تحت صباطي خليهم يسلفون اللي ودهم ياه وإذا سمعت واحد يجيب سيرتي ولا سيرت أبوي ولا لا أذبحه وقوم جهاد تدعي الله سبحانه وتعالى أنه يفرج همها ويسمعها بس لو خبر عن أبو جهاد ما تعرف هل هو ميت هل هو طيب من خطفه وين راح ما حدا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى وجهاد هذا قدمة قتل ناس صار معروف يعني صارت تتناقل أخبار والناس من مكان إلى مكان وانشهر والناس صارت تتحلف له وتدوى عاد له أي شخص يمسكه ما رح يرحمونه أبدا والكلام هذا تقريبا في عام 2015 وخمسة عشر جهاد حس بأنه الخناق ضاق عليه ولازم أنه يغادر المنطقة اللي هو فيها ويقوم هذاك اليوم ويجي علمه وقال يا أم جهاد ضبي أغراضنا وودي أطلع أنا وياتي وأختي ليلى على تركيا وطبعا أم جهاد ما عندها خيار آخر الوضع كل ما حاله ويزداد سوء والمنطقة اللي قاعدين فيها تركوها من فترة وصاروا يتنقلون من مكان إلى مكان ولما عرض عليها جهاد هالفكرة قالت يا ربي لك الحمد أنه نطلع يعني خليه الولد هذا يبعد عن المشاكل وعن القتل وجهاد بسبب الأعمال اللي كان يرتكبها صار مجرم سفاح يحب منظر الدم يحب إطلاق النار صارت شخصيته وما هي طبيعية أم جهاد تحاول أنها ما تناقشوا فيه كثير من الأمور تحاول تتحاشاه وكذلك نبهت على بنتها ليلة قالت لها لا تزعلين هذا جهاد وتحاولي إنك يعني تطلط طفينه وتتقربين منه ولا تزعلينه أبدا المهم جاهزوا حالهم في يوم من الأيام ونسق جهاد مع أحد المهربين وانطلق ذاك اليوم من المنطقة اللي ساكن فيها ويطلع على تركيا وأول ما وصلوا على تركيا ويقوم يروح جهاد أمه وأخته خذاها على إسطنبول وإسطنبول معروفة بالنسبة للمعيشة المعيشة فيها غالية جدا جهاد استأجر له شقة فاخرة وفخمة جدا وصار يعني يشتري لباس ويجيب أكل غالي تقول له أمه منين أنت قاعد تصرف المصاريف هذه يا جهاد يقولها يا أمي هذا والله من شغلي واللي كنت أشتغله في سوريا والحمد لله عنا خير من الله لكن المصروفات اللي قاعد يصرفها الولد ما هي طبيعية أبدا أو أم جهاد تقول إحنا لا عنا مزرعة لا عنا أراضي وبعناها لا عنا محلات مثلا بعناها أو إحنا ما عنا شيء منين الولد هذا جاب الفلوس يلبس أحسن لبس تليفون آخر موديل أكل فاخر فواكه حفلات سهرات وروحات وجيات يعني لكن أم جهاد ما هي قدرانة تدقق على جهاد لأنه جهاد صارت شخصيته يعني يتنرفز من أي شيء عصبي تلاقيه ما هو طبيعي وأم جهاد خايفة من جهاد يعني بكل ما تعنيه الكلمة لأنه الولد صار مجرم وتقول لك خاف أنه يقتلني ولا يقتل البنت ولا يعتدي علينا تحاول أنها تتحشى إلى أقصى درجات المهم قعدوا لهم فترة في إسطنبول وفي يوم من الأيام يجي جهاد يفتح الباب والولد شكله مخطوف والظاهر أنه حدا طارده خير يا ابني يا جهاد شنو اللي صار قال لهم في أشخاص اثنين صار لهم فترة يطاردوني والظاهر أنهم استدلوا على البيت ودنا نغادر المكان هذا فورا ويقوم يركب أمه وأخته ويروحون على مدينة ثانية في تركيا بدأ جهاد يتنقل من منطقة إلى منطقة والأشخاص اللي شافوه في إسطنبول تعرفوا على شخصية جهاد أو عرفوا أنه جهاد هذا اللي يعني قتل عدد كبير من الأشخاص لكن ودهم يتأكدون من مكان سكن وكذا لأجل ينال جزاؤه والولد عرف حاله أنه يعني إذا استدلوا على مكان السكن راح ينتهي لذلك قرر أنه ينتقل من مكان إلى مكان الحد ما هذاك اليوم قرر أنه يسافر على إحدى الدول الأوروبية وجاء ألمه هذاك اليوم قالها يما والله أنا صراحة بتركية معدلية قعدة والناس صارت تعرفني وأخاف أنهم يقتلون يقول لكذا ما قالنا إلا نسافر على أوروبا قالت يا أبني اللي ودك يا إحنا ماشيين معاك ووين ما ودك تروح الروح معاك ويقوم ينسق جهاد مع أحد المهربين ويطلع مع رحلات التهريب ووصلوا على اليونان ومن اليونان طلع إلى إحدى الدول الأوروبية وصل هناك وتعرفون أنت أول ما يوصل الواحد على الدول الأوروبية يحطونهم في منطقة أو مكان ينقلوا كامب والكامب هذا هو عبارة عن مركز استقبال اللاجئين حطوا جهاد وأم جهاد وليلة فيها الكامب حالهم حال هالناس اللي جايين قعدوا لهم فترة أبو 4-5 تيام 10 تيام زمان جهاد ما طابت له الحياة في الكامب هذا يعني المطبخ مشترك والمنامة مشتركة وغرفة صغيرة وكذا ويقوم جهاد قالهم أنا ودي أطلع خارج الكامب قالوا له ما تقدر تعيش براء الكامب الحياة يعني تطلب مصاريف ومبالغ مالية وكذا قالهم الفلوس اللي تيجيني من الحكومة تكفيني وما عليكم أني أنا ودي أطلع المهم قدر يطلع جهاد بطريقة ما من الكامب وطلع على إحدى المدن واستأجر له شقة وقعد هو وأم وأخته وصار يروح ويجي وكذلك أم جهاد ملاحظة على جهاد أنه يعني في عنده حقيبة هذه الحقيبة ما حد يفتحها ولا حد يقرب عليها والمصاريف كذلك فيها الدولة هذه يعني مصاريف الحياة غالية والولد يعني يلبس لباس وتلفونات وساعات وسهرات ومشروبات الفلوس هذه منين يقعد يجيبها ما تدري ما تعرف وكل فترة والثانية تسأل جهاد يا جهاد منين هالفلوس هاللي قاعد تجخ علينا فيها وجايبنا كذا وشايل كذا ويعني منين يقولها يا ماما هذا من شغلي ولا تخافين وما عليك ولا تاكلين هم المعيشة وهم الفلوس هذا خليه آخر هم في حياتك ما تعيشين ألم عزز مكرمة طبعا لما طلعوا من الكامب واستقروا في إحدى المدن ليلة سجلوها في المدرسة وصرحت تروح وتجي والبنت في قمة الأخلاق بنت حبوبة ومحترمة ولطيفة وعاشوا حياتهم بعد فترة من الزمن ويتعرف على جهاد بعض الأشخاص السوريين المقيمين فيها المدينة وصاروا يلاحقون جهاد من مكان إلى مكان وجهاد الآن في دولة أوروبية في دولة قانون وكذا وما يقدر والله يقتل ويذبح ويتصرف على كيفه صار يتنقل جهاد كذلك من حي إلى حي لكن اللي كان يحصل فيها الدولة هذه فيها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين هناك وين ما راح جهاد صارت تطلع له ناسه وتتعرف عليه إشلون ودك تسوي يا جهاد وين ودك تروح هذا على قدمه قاتل بشر فيها المنطقة اللي كان عايش فيها والناس صارت تتعرف جهاد ويرسلون صوره صوره ويتني يعني تناقلون الصور من واحد الواحد وتعرف هذا فلان وهذا ابن فلان وهذا كذا أو يا ابن تقولي لامة جهاد صار فيها الدولة هذه طبعا عدم ذكر الدولة لأسباب خاصة وحساسة جدا بالنسبة للأحداث اللي حصلت في القصة المهم جهاد قرر في يوم من الأيام انه شلون وده يتخلص من هالبلغ هذا والسوريين ملاحقينه من مكان إلى مكان إلى درجة انه بعض الأيام ما عاد يقدر ينام لما يجي يحط راسه على المخدم ما يقدر ينام يخاف انه اذا نام يجي عليه احد الاشخاص او يبلغون عليه رجال الامن في هالدولة ويتم الالقاء القابض عليه وتقديمه للمحاكمة وجهاد في هذاك الوقت صار عمره تقريبا خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة والكلام هذا تقريبا نهاية عام الفين وسبعة عاش ويتعرف جهاد في يوم من الأيام على بنت من بنات الدولة هاي الاجنبية اللي مقيم فيها البنت هذي اذا تشوفها تبعد عنها سفر خمسين كيلو متر بنت شكلها بشع جدا خلقت الله طبعا هي لكن الفتاة هذي ما هي مقبولة واكبر من جهاد تقريبا بتسع الى عشر سنوات عمرها بالخمسة وثلاثين ستة وثلاثين سنة لكن شكلها غير مقبول وجهاد غايته من التعرف على البنت هذي وسوه علاقة معها علاقة حب وروحه وجيء وكذا وصار يصرف عليها كان له غاية من هذا الموضوع جهاد مطارد من قبل السوريين هناك وكل ما يسكن في حي كل ما يسكن ببيت يسكن له فترة شهر زمان ولا عشر تيام ما يشوف الله طلع له واحد وتبدأ الناس تلاحقه فكانت غاية جهاد من التعرف على البنت هذي انه وده يتزوجها ويتلقب بلقبها ومعروف في الدول الاوروبية او في الدول اجنبية بشكل عام تقدر انت كشخص كزوج انك تتلقب على اسم عائلة زوجتك او هي تتلقب على لقبك وكانت غاية جهاد انه يتلقب بلقب الفتاة هذي اللي تعرف عليها بعد ما يتزوجها طبعا وبس تزوجها بعد فترة بسيطة رح يحصل على جنسية الدولة هذي وفعلا صار يروح ويجي هو وياه ويغريها بالفلوس وعنده فلوس ما يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى على صرف وسهرات وكذا وفي يوم من الايام عرض عليها الزواج قال شو رايش نتزوج وهذي البنت ما صدقت على انه جهاد يعرض عليها الزواج ليش لانه جهاد كان شاب يعني هيبته وجسمه شاب جميل وهيبة يعني يغري البنات هالعضلات المفتولة وهالشاب الوسيم والجميل ولما يقبل عليك من بعيد تقول ما شاء الله تبارك الله والفتاة هذي شكلها ما هو مقبول وهو يتعرف نفسها تشوف حالها بالمرأة يعني لما عرض عليها الزواج ما صدقت وكان بالها انه يعني قاعد يتسلى معاها ووقت يقضونه يعني بمجرد ما عرض عليها الزواج وافقت مباشرة وراحوا وسجلوا الزواج في المحكمة او في الدولة في سجلات الدولة وقلب اسمه من كنته هو من جهاد الفلاني الى جهاد على كنت البنت هذي غير اسمه بشكل كامل وقدم على الجنسية وبعد فترة من الزمن حصل على جنسية هالدولة بعد ما جهاد حصل على اللي يودوا ياهم منها الفتاة هذي صار جهاد يحبوا يمعشق عليها اي صاحب عربيات واجنبيات منها الدولة هذي ومن ابناء الجانيات العربية كل يوم طالع مع احدى شكل وعلى مقاصف وكابريهات ومشروبات وقصص وروايات وتروح الايام وتجي الايام جهاد ما اكتفى انه يطلع مع البنات او مع النساوين هذي يطلعوا وياهن يسهر مثلا وكذا لا صار يجيبهن لعند بيت الزوجة بيت الزوجة الاجنبية هذي صار يجيبهن وتشوف هذي هالبنات جايات مع الجهاد وشنو يا جهاد وليش قاعد تسويش وانا زوجتك وكذا قاعد تخوني انت قال هذي حياتي وانا حر فيها وانت ما عليش علاقة طبعا هذا على حسب القانون اللي موجود عندهم وطبعا جهاد الان معده وسأل عن الزوجة هذي اسمه وغيره وغير بياناته كاملة وصار يغير قصات الشعر وغير بموديل وجهه وكذا يسوي حركات لاجل ما حدا يتعرف عليه وصار يحاول انه الحارات اللي او المناطق اللي فيها عرب او سوريين بالتحديد يحاول انه ما يجي عليها ابدا والولد معده وسائل لكن الزوجة الاجنبية هذي صار معها حالة نفسية هي من الاساس عندها حالة نفسية كانت تجيها بسبب انه مضايقات وتنمر وكذا لما صار هذا جهاد يجيب حبيباته وعشيقاته لعندها على المنزل صارت معها تتحمل المنظر وتحاول انه تطرده هي وياهن وكذا قالها انا الي حق في المنزل المهم في يوم من الايام الدكتور عبد الحميد دكتور من جنسية عربية من احدى الدول العربية مناو في احدى المستشفيات فيها المدينة او القرية اللي مقيم فيها هذا جهاد يجيهم بلاغ انه في حالة طارئة ولازم تطلعون بسيارة الاسعاف على المكان ويطلع الطبيب هذا عبد الحميد ومعاه الطاقم الطبي وانطلقون على المكان اللي تم تهديده لما جوا على هالمكان وادخلوا على الشقة اللي بلغوا انها لقوا رجال الامن وامرأة منهارة وقاعدة تبكي ورجال الامن يحاولون يهدون المرأة هذي لكن شافه رجل ممدد في الارض وما تشلطعنا على جهة القلب جهة الصدر لكن من جهة القلب على اليسار والطبيب عبد الحميد اول ما شاف هالمنظر وشاف كمية الدماء اللي نازفها هذا الشخص اللي متمدد ولي ما هو عرفان منه عرف انه الرجل هذا فارق الحياة لا محال الا بمعجز من الله سبحانه وتعالى قالهم هذا الشاب يعني مهما سوينا له اي حالة اسعافي اي شيء اسعافي سوينا له ياه ما راح يعني اه نستفيد شيء الرجل ميت ميت لانه الطبيب عبد الحميد حط اصابعه مكان الطعنة دخلا اصبعين وصلا الى منتصف القلب الظاهر الطعنة كانت ماكنة وقوية جدا وبسكين كبيرة لكن الطبيب عبد الحميد حاول انه يسوي الاسعافات الاولية وسوى اللي لازم يسويه قام وانقله الشخص المطعون هذا على المستشفى قال ما يمشي الحالين في اجراءات في كذا لازم نسويها في المستشفى لكن الشخص هذا فارق الحياة وهم في طريقهم الى المستشفى مات لانه نازف كمية كبيرة من الدماء المهم الطبيب عبد الحميد عرف انه القصة فيها جريمة قتل وانه الشخص هذا متعرض الى طعنة قاتلة في القلب وعرف انه هذا الشاب عربي من جنسية سورية وهذه من جنسية الدولة اللي مقيمين فيها طبعا طلب رجال الامن من الدكتور عبد الحميد انه يكتب تقريره المبدئي عن اللي شافه واللي حصل وكذا وهذا شيء مهم في المحاكمة لانه في محكمة وفي كذا كتب الطبيب عبد الحميد التقرير وقدموا باللي شافه والوقت تقريبا كان بعد منتصف الليل في صباح اليوم الثاني طلب رجال الامن عبد الحميد للشهادة وحتى يعني يستجوبونه وشوفون شنو اللي صاير على حسب التقرير اللي كاتبه عبد الحميد عبد الحميد كاتب في تقريره انه الرجل هذا متعرض الى طعنة لكن رجال الامن طلبوا من عبد الحميد انه يرجع يعيد صياغة هذا التقرير لانه رجال الامن ودهم انه عبد الحميد يكتب انه الرجل هذا ما هو متعرض الى طعنة بشكل مباشر وانما الزوجة هذه هي ماسكة السكين وهذا رمى حاله عليها ونتيجة الرمية هذه دخلت السكين الى جهة القلب لكن على حسب خبرة الطبيب عبد الحميد واللي امتدت لسنوات عديدة وشايف حالات عديدة وجرائم ومشرف على كثير من تشريح الجثث والقصص هذه رجل خبير يعرف قالهم هذا اللي حصل والطعنة هذه مستحيل انها تكون انها يعني بشكل غير مباشر مثل ما تقولون انتو الطعنة هذه موجهة بشكل مباشر الى المكان هذا وبتسديد ماهر جدا يعني اللي مسدد الطعنة هذه شخص ما هو غبي والراجل طبعا على حسب خبرته الطبية وكتب تقريره بكل مهنية واستقلالية حتى قبل ما يعرف منه هذا الشخص هلو عربي ولا من هاي الدولة الاجنبية ولا من ايجنسي كتب تقريره بكل استقلالية وبمنتهى الشفافية لكن رجال الامن كان لهم غاية انهم يبدلون من يعني تقرير الدكتور عبد الحميد لاجل يخففون الحكم عن المرأة القاتلة المهم الشخص اللي انقتل هذا واللي كانت الطعنة هذه نافذة الى القلب هذا هو جهاد وصاروا يروحون ويجون على المحكمة الدكتور عبد الحميد ووالدة جهاد واخد جهاد صاروا يجون يحضرون المحكمة وبعد فترة من الزمن يتم الحكم على الزوجة هذه الاجنبية بالسجن لمدة ثلاث سنوات حكم مخفف جدا وقالوا ان المرأة هذه عندها مرض نفسي وحالة نفسية ولما قتلت جهاد كانت مهي بوعيها وعندها حالة نفسية لذلك حكموا عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعد الثلاث سنوات تطلع الى احدى المصاحات النفسية اللي تعالج المرض النفسي هذا اللي عندها وطبعا هالزوجة الاجنبية هذه قتلت جهاد في الحمام كان تقريبا شبه عاري ووجهت له طعنة قاتلة في القلب ومات مثل ما يقولون موت تتشلاب لكن اللي حصل بعد مقتل عبد الحميد وبما انه اللي قتلته هي الزوجة الاجنبية صار فيه تكتم اعلامي شديد جدا على هالقضية هذه ولا جابوا سيرتها لا في صحف محلية ولا في صحف على مستوى الدولة ولا ابدا حاولوا انه الخبر هذا ما ينتشر وفعلا ما انتشر ولا حدا سمع فيه واستغرب الدكتور عبد الحميد انه شلون وليش وتخيلوا لو انه العكس انه هذا جهاد هو قاتل هاي الزوجة الاجنبية اللي تقوم الدنيا وما تقعد وبعد ما حكموا على الزوجة القاتلة بهذا الحكم واودعوها السجن وبعد فترة من الزمن تقوم تتصل ام جهاد على الدكتور عبد الحميد طبعا كانت تلتقي ام جهاد مع الدكتور عبد الحميد في المحكمة وخذت رقم تليفونه بما انه الشاهد كان على القضية وكذا هو من جنسية عربية وهي يعني سورية والامرأة مبين عنها امرأة درويشة وآدمية ومحترمة لكن الحزن ما كان بادي عليها في يوم من الايام وتتصل على عبد الحميد سلام عليكم وعليكم السلام حياة الله يا خالتي امر قالت عايزتك وعندي كلام ودي اقول لك ياه ويقوم عبد الحميد يروح لعند ام جهاد سلام عليكم وعليكم السلام امر يا خالة بيش اقدر اخدمت شنو اللي اقدر اقدم ليش ياه قالت ما ودي منك غير السلامة لكني ممكن انت لاحظت علي انه انا ماني حزينة على مقتل ابني جهاد والدكتور فعلا كان بلاحظ هذا الامور قالها ايه والله لكن انا مستغرى بالصراحة يعني انت ام وكذا وليش يعني ما اشوف يعني ولا كأنه ما يتلت ولد وابنش الوحيد هذا قامت ام جهاد سولفة عبد الحميد السالفة اللي سولفناها في البداية وتقول انا ما كنت اتخيل في يوم من الايام انه ابني يوصل لهالدرجة من الاجرام والقتل والمشكلة انه بعد ما انقتل جهاد الحقيبة هذه اللي موجودة عنده في المنزل افتحتها ام جهاد ولا فيها مبلغ يصل الى مئة الف دولار لكن ام جهاد كانت ماخذة عاهد على نفسها انها ما تمد ايدها على الفلوس هذه لانه ما تعرف مصدر الفلوس هذه واكيد انت وعرفته شنو مصدر الفلوس اما بالنسبة لجثة جهاد بعد ما شرحوا الجثة وعرفوا شنو السبب الوفاة والامور الروتينية اللي لازم تحصل وبعد ما ظل فترة في ثلاجة المستشفى او براد المستشفى بلغوا ام جهاد علشان تستلم جثة ابنها وتدفنها او تحرقها على حسب مودها هي لكن ام جهاد رفضت انها تستلم جثة جهاد بعد فترة من الزمن ويجي مندوب من رجال الامن او من المحكمة سلموا ام جهاد قارورة زجاجية فيها بعض الرماد وقالوا لها هذا رماد جهاد احتفظي فيه قامت ام جهاد خذت القارورة وكبتها في حديقة المنزل وقالت ما يشرفني اني احتفظ برماد شخص قتل اشخاص الله يعلم بعددهم والفلوس هذه انا ولا ممكن اني امد ايدي عليها طبعا ما زالت ام جهاد عايشة وبنتها ليلة معاها بنتها ليلة الان في بداية العشرينيات 22-23 سنة تقريبا تدرس في احدى الجامعات في هالدولة ونتابع تعليمها وعايشات بمحبة وسلام كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر